هيا يا جماعة ببقى ان انا لسة مخلصة الجيم بتاعي فقلت ان انا عاودة تماشى عشان السوبر ماركت لان انا ما معيش عربية حالان فموتوا رجلي للسوبر ماركت عشان انا اشتري العمر طفاح لان عمر ابني ما بيخدش معاه اي حاجة للجيم للجيم ايه سوري المدرسة غير حاجات مش هالثي فالحاجة الوحيدة اللي بيكلها ممكن يكلها التفاح السكري يعني اللي هو السكري اللي طعمه حلو فانا بتماشى كده السوبر ماركت في كمبان بتاع واحدة صاحبتي عشان ايجيب له التفاح السكري ده ولو لقيه بطيخ هاجيب له بطيخ طيب بها قلت بقى استغل الوقت يلا نعمل questions and answers وقلوكو على شوية ابراج لازم تحضر الاسبوع الجاي شوية يعني التلات ايام الجايين الابراج دي لازم تخبها لها يعني بلاش مشاكل بلاش حوارات بلاش تكبروا مواضيع بلاش عصبية بلاش نرفزة يعني ممكن تكونوا قف موض شوية اول سؤال قلولي تتفرجوا عليها من فين وانتو برج ايه وانا موجودة اهو جاي بقى جاي بقى علاجي يعني ماشى بالعلاج بتاعي وبمزمزمية الجن وحتى دوائي عشان جات لي حساسية مفاجأة بصوا ماشى في الشرق كده ولا بهمني اللاه بصوا الضرة انا كان نفسي يا كل دورة وبطاطا بصوا بس انا مش قادرة مش قادرة اكل عشان عشان الفيتنس يعني يلا هو الرجل المقنشي ده خايفني قوي طيب اول سؤال قلولي تتفرجوا عليها من فين يلا وانتو برج ايه انا هعمل العرب النهاردة بالليل على فكرة يعني برج العرب هعملو بالليل ويا جماعة عملت حركة غلط اا في رجل اليمين دي واجعاني جدا طيب اول برج لازم ياخو بالو التلات يامل جايين دولة برج الجوزاء اا ممكن يا برج الجوزاء لفترة الجادي طبق مضغوط وراك حاجات كثيرة قوي اا متعصب عندك مشاكل صحية اا نفسيا مش احسن حاجة بتتعصب بسهولة لان الامر هيكون في برج العزراء سوري امر موجود في برج الاسد فده البرج المقابل لك في الدايرة الفلكية فممكن يلغبطك شوية ممكن يعملك ايه اللي هو عدم اتزان شوية انت متعصب متضايق مش مبسوط عندك مشاكل كتير فاول برج اللي ازم يخو بالو يحضر هو برج الجوزاء اوكي تاني برج يبقى جوزاء ممكن تلاقيكو ايه الحاجات اللي بتحبوها مش بتعملوها out of the mood كده اللي هو ايه اعرف اللي هو مش طائق نفسي ولا عايزة عامل حاجة ومخنوق المشكلة ان الجوزاء اصلا بقى له 3 ايام يعني الامر كان موجود برضو في برج السرطان فده بشوية بيعمل لهم بيعمل لهم ضغوطات نفسية عدم استقرار فالجوزاء ده ربنا بيكون فعونكو الفترة الجادي تاني برج لازم يخلي بالو كويس قوي اه هو برج اه يعني تيك كير شوية هو برج العقرب برج العرب شايفاك شوية زعلان مخنوق يعني حاس ان انت وحيد حاس ان انت مضغوط متعصب بص القطة عندك شوية عدم استقرار نفسي والله يا جماعة انا هو بس بصوص انا حطة دواء اطلع لكم بالدواء ازاي انا لسه جاي من الصادلية جاي خراج فجأة في وشي فدخلت الصادلية الراجل قال يحطيه كده مش مشكلة علشان الحق اشفط الالتهاب والداني مضاد دحاوي والداني بتاع كده بتتحط المرهم اللي انا حطت ده اسمه الجرامي السين كنت عارفين يعني انا مجنونة يعني عايد ولا بيهمين يا امشي في الشارع انا عشان ما اعملتش كارديو فقلت امشي فبرج العقرب انتو نفستك وحشة جدا فترة دي للاسف التلات ايام جايين دولت هتحس ان انت متعصب هتحس ان انت زهقان على طول حاط لو بتعمل حاجة بتحبها زهقان هتحس بالوحدة هتحس ان انت محدش بيحبك هتحس ان انت مش في الموت فانت من الابراج اللي لازم تخلي بالها كويس قوي يا برج العقرب ممكن يكون مضغوط نفسيا يعني انت اصلا واجعك مش 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 واجع صحي لا قلم نفسي اكتر قلولي يا برج العقرب فعلا الكلام ده مظبوط ولا لا انا نفسي مش قادرة مشي طيب تالت برج يخليه بالك واس قوي هو برج الحوت برج الحوت انت سترسد جدا عندك شغل كتير قوي مطلوب منك شغل كتير في وقت قليل مطلوب منك مجهود كتير بتعمله هتلاقيك بتصحى بدري بتنام بدري عندك شغل كتير متوتر متعصب احذروا عصبيت برج الحوت اا اقل حاجة بتنرفزك مركز عندك مهم عندك شغل كتير قوي فتلت ايام يعني مش ممكن ما يكونش ضبطين قوي تلت ايام قوي قوي برج الحوت وركز اا اا في شغلك وحاول ان انت تفوكس ما تعصبش نفسك ايبنا منها حاجة بتضايقك اا ومحدش يحتكي يعني الناس اللي بتحتكي برج الحوت بلاش تدخلوا معهم في اخناقات وعصبية لانه انتو ممكن تخسروهم هم التلت ايام اللي جايين دولت مش مبسوطين خالص في حد بقولي ليه ماشي عشان عشان اخس يا جماعة عشان انا معملتش كارديو وعشان جيب لي ابني تفاح يا زيه يا الام عارفين انتو بشيقولك الام مدرسة اقسم بالله الام مدرسة يعني انا عمر ابني لما بيحتاج مني اي حاجة اا بجيب هالو يعني شكلي حلو من غير ميكب والله شكرا ربنا هيكرمكو يا رب ده بعد بهدلت الجيم انا نفسي بس البتاع دي هتحل عن نفوخي ايه دست المية اللي مطلعها عيني دي اصلا ما جبت الشنطة الجيم معي شنطة دي فاللهوي عربية كانت هتخبطني بصوا انا بحب شكل النخل ده قوي يا جماعة بصوا احب منظر النخل كده يا يعني انا بعشق الناس اللي بتزرع النخلي اللي فيها نخلي دي والنبي يا جماعة ده قولي علشان انا ربنا اللي قلم بيا انا بقالي ثلاث شهور عيانة شوية وجالي دور برج وجالي حساسية غريبة انا طلالي حاجة في وشي كده لونها بنفسجي انا عمر ايما شفتها في حياتي اقسم بالله يعني انا حاجة في وشي بنفسجي الله اعلم طيب فبرج زي ما قلنا بقى نرجع تاني البرج مين لبرج التورس سوري البرج الحوت تلات يام ركزوا يا برج الحوت رابع برج برج العزراء عندك شغل كتير قوي عزراء مضغوط قلان خايف من حاجة متوتر حيران عندك حيرة عندك قلق عندك عصبية العزراء التلات يام اللي جايين دولا تكيروا جنب الحيطة يعني يعارفين بلاش كلام كتير يا برج العزراء بلاش تطلع لان شايفك غلاط الفترة دي بتغلط كتير كل ما بتتكلم بتغلط كل ما بتتكلم بتقعف الغلط تحاولوا ان انتوا تقللوا كلامكم شوية برج العزراء يعني مضغوط يعني وراك حاجات كتيرة والان عندك طاقة قلق خوف يعني زعرة كده ما زعور يعني وعندك حاجات جديدة بتحصل لك كمان فتكير وركز يا برج العزراء وركز في شغلك جدا وحاول ما تضيعش وقتك في حاجات تفهم برج العزراء قلولي بزمتكو يا برج العزراء بتضيعوا وقتكو في حاجات تفهم ما لهاش اي تلاتين لازمة ولا لأ انا متكدة ان اه انا شخصيا كرشا انا بقى انت عرفونا بفكرة بتاعت الانستجرام دي وده حاجة مهمة جدا اولوني بيحصل فيكو كده ولا لأ انا بفضل اعود زي الهابلة كده تفرج على الريلز تاعت الانستجرام وبضيع فيها وقت كتير قوي ملوش اي تلاتين لازمة فعايزة مسحة بجد يعني الوقت اللي بديه انا بفرج على الريلز اللي هي بتاعت الهابل والهزار دي لو اشتغلت فيها افيد لي والله العزيم طيب فبرج العزراء وخلي بالك انت كمان خامس برج هو برج التور تور انا شايفاك out of the mood بقى يعني اي حد يارف حد التور اباد عنه غور من وشه لانه هو هتخسره انا هتخسره عصبية اتهور نرفازة اه ممكن يحصل لك مشاكل حاجات مش متوقعة في الشغل فانت يا برج التور برضو من الابراج اللي تخلي بالها كويس جدا جدا التلات يام الجايين ويعني ستلاقيكم متنرفزين متعصبين out of the mood متحيرين فتكر يا برج انا خلص يا جماعة مش قادرة تكر يا برج التور اخر برج لازم يحزر هو اصلا برضو كان عنده مشاكل من الفترة دي قردي اللي هم برج مين برج الجدي برج الجدي برضو شايفاكو مضغوطين متحيرين عندوكو مشاكل في العيلة out of the mood مش طاقين نفسوكو الطاقة بتاعتكو خلصانة مش عايزين مشاكل بتطنشو متعصبين مودي 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 معين برج الجدي لا يمكن يكون مودي في بقى الابراج التي يجب ان تحضر التلات يام الجايين بالترتيب كده رقم واحد الجوزاء رقم اثنين الحوت رقم ثلاثة العقرب رقم اربعة العذراء خمسة التور ستة الجدي ممكن تركزوا بقى شوية يعني ايه بعدها عن الشر وغنيره اخر برج يا لهوه يا لهوه يا لهوه ده الدواء اللي الدكتور كتابولي عشان الحبوب اسمه جراميسين اخر برج برضو شوية يحزر بس هو احسن من الابراج اللي انا قلتها ده برج السرطان يعني برج السرطان بقى انت مش وحش قوي لان انت طلع قريدي من الاتقامر كان في برجك فانت كنت منتعش التلات يام اللي فاتوا انت شوية عندك ابس ان داونس وعندك حنين للماضي وعندك مشاكل مادية شوية برج السرطان حوارات مادية مشاكل مادية عندك الله بحب الشجرة دي اوه بصوا شكلها حلو ازاي تعرفوا انها بحب اي حاجة خضراء بصوا الورد ال ال بينك والاصفر ده فبرج السرطان يعني مشاكلكو لها لقب الفلوس كأنك انت محتاج فلوس مصريفك اكتر من الدخل اللي داخلك عندك مشاكل مادية قوية عندك حوارات مادية شوية مشاكل في العيلة مشاكل مع البارتنر بتاعك انت خلي بالك برضو يا برج السرطان شكرا وشكرا لكل الناس اللي عمالها تدعيلي والله يعني اخجلتم توضعنا حد بيقول لي اجا وصلك طيب شكرا والله طب انا ممكن كان ممكن اركب اوبر بس انا يعني قلت اتماشها لشان اشتري الحاجات اللي عمر ابني عايزين انتو عارفين عمر ده لما بيطلب مني اي حاجة لو طلب للا عصفور يعني هاختص كده في البحر جبهولو عشان بحبوه شكرا يا خالد نور الدين شكرا شكرا بحبوكو اشوفكو في فيديو تاني وقولولي بتتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه والناس اللي من جاء مصر عملوا لايك والناس اللي بره من مصر عملوا لاف واعملوا شير بقى ومنشوا الاسخابكو اللي من في الابراج اللي لازم تحضر فترة دي باي